مباراة صعب عليهم برضو عبت هالي زي ما هي صعب على مرسل كولر وعلى لعبتنا لأنها بدأت موسم يعني قصة بس مش حسابات فنية مش قياسات بين قدرات فرقتين وقدرات أجهزة فنية توقيت المباراة فرض صعوبة هو ده أصحب حاجة توقيت المباراة هو أصحب حاجة هو أصحب حاجة بس احنا بالنسبة لنا كمان في فكرة أنك بتلعب برة في تونس الملعب والجمهور وهم بالنسبة لهم أنه هم بيلعبوا في 2 تاتين مع الأهلي يعني جاي في حظهم عملاق قارة أفريقيا في دول 32 فكل فريق من الاتنين عنده صعوبات مختلفة شوية عن الفريق التاني طيب هو تيبي النادي الأهلي اللي موجود حاليا نسكواد اللي موجود ده كله عنده خبرات جيدة جدا في اللعبة خارج الأرض لأنه كل اللعبها تقريبا اللي موجودين مع عدل اللي دخلوا الجداد شادي ومصطفى وبرو مصطفى يعني برونس أفريو درجل بروفيشنال بلعفة حتة برازيلي بقى إنما هو شادي بس أو هو مصطفى 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 هم دول اللي هتبقى ما عارش نسبة مشاركات ما تبقى إيه من البداية من عدمه إنما بقيت لسكواد كله واخد على خوض المباريات خارج الأرض يليس لعبة كاس عالم ولعبة مع بعنونيخ ولعبة مع بعنونيخ ولعبة مع بعنونيخ وعنده ما عندهمش حتة قلة إنه يلعب خارج الديار أو خارج مصر إنما المشكلة هي إنه التوقيت بتاع المباراة مباراة في أفريقيا في تصفيات الدور التمهيدي فتبقى هي دي اللي عملة نوع من أنواع القلق شوية لأنها بتبدأ بها السيزن يعني أنت ما بدأتش مثلا أربع خمس مباريات في الدوري وبعد كده رايح لعب أو أنت زي ما كنا بيحصل قبل كده ما كانتش الدوري بتاعنا إيه لسه خرص ومنبدأ في البطولة الأفريقية الجديدة فأنت بتبقى رجلك لسه في الفيلد إنما أنت واخد راحة وراحة كبيرة ما تنساش إن إحنا لعبتنا ومدينهم راحة آخر حوالي ست ماتشات سبعة ماتشات كانوا محتاجينها كابتن مكدي أكيد محتاجينها أكيد محتاجينها ملون في المية إنما في الآخر هي راحة بعيدة عن ماتش أكيد ذهنه دلوقتي أصفى أكيد حركته هتبقى أفضل أكيد اشتياؤه للملعب أفضل لكن مش نوفه النقاط المهمة أو النقطة الإيجابية كمان إنه الكل عاوز يثبت جدارة لكل فدي نقطة مهمة جدا بالنسبة للتيم بتاعنا الحاجة التانية إنه هو متعود على إنه يلعب مع الفرق دي ولازم يستغل لازم يستغل الرهبة اللي هتبقى موجودة عند لعبة التحاد الملستير يقولوا زي ما يقولوا يتكلموا زي ما يتكلموا كل حاجة في الملعب الرهبة موجودة لأن ده النادي الأهلي ودي أول تجربة لهم قدام النادي الأهلي بتبقى مهما تكلم كويس ومهما كان عنده سيلف كونفدنس أو أو في رهبة موجودة لازم لعبة النادي الأهلي دي يستغل لها إن شاء الله كولر بيفكر في موتش بكرة إزاي هو عارف كويس جدا إنه جماهير الأهلي مستنية تشوف الأهلي تحت قيادته وعارف إنه بيلعب مباراة نوكاوت زي ما حقاك قلت ما تحتملش أو يعني المباراة نوكاوت بشوف إنه أي مدير فني بيبقى آلقان من فكرة المخاطرة أو المجاسفة دايما بحدود فهل بكرة يبقى متحفز؟ هل بكرة يلعب بطريقة إنه أأمن نفسي بإنه أن أخرج بأفضل نتيجة ممكنة؟ ولا لا أنا الأهلي وأنا أول ظهور وأنا عارف إنه الجماهير مستنياني وعايزة تطمن على شكل سكوات إنه بكرة مش بس دول 32 بكرة الأهلي في الموسم الجديد فأغامر ألعب كرة هجومية ألعب كرة مفتوحة حسابات كولر ممكن تبقى ماشي إزاي؟ الأوروبيين وخاصة السوسيين الألماني النفس دي المدرسة دي دايما عقلين دايما بيشتغلوا حسب الوضع اللي موجود هو هنا عارف إنه قدام الوقت عشان يشتغل ويطلع ويظهر شخصية النادي الأهلي وكل حاجة إنه في ماتش في بداية السيزن ونوكاوت لازم أور جدا ولازم أخر طبعا هيحاول هيظهر بعض الرطوش اللي حطاها على الفرقة دي أكيد هتظهر إنما أكيد مش كلها أو أكيد مش هو ده الشكل النهائي اللي هيبقى عايز يشتغل به أو هيبقى هي دي الطريقة بتاعك طبعا إنما أنا الأول أبدأ عدي الخطوة الأولانية وبعد كده في المسابقة بتاعة اللونجرام بتاعنا أبقى نجري براحتنا ونودي براحتنا ونشتغل براحتنا ونورد الشخصية بتاعتنا براحتنا إنما الهم الأساسي بتاعي دلوقتي إن أخرج من هذه المباراة عشان أدخل في دور المجموعات وأبدأ أخذ نفسي والتيم بأي نتيجة أو بأي شكل ثقة للتيم ثقة الجهاز الفني ثقة الجمهير هتبقى خطوة إيجابية للقادم عشان يقدر يشتغل عليه وجبنا عليه وأكيد هيبقى زي ما قلت لك هيبقى فيه حاجة بتتعمل هو أي لها الرطوش هتبان يعني رشته اللي حطتها هتبان هتبان إنما مش بالضرورة تباني الصورة كامل بالنسبة لواحد زيك يعني مشوار احتراف لعبت أهلي خط بطولات منتخب مصر تقدر تقرأ يعني عارف تماما إنه محتاج وقت عشان أشوف شكل أهلي بصمة مرسلك إنت تعرف تقرأ تعرف تقرأ مستني إيه منه يعني إنت عشان تقول إنه لا إحنا بتدينا بداك وعيسى والراجل ده هراهن عليه جدا مستني إيه منه بكرة في ماتش بكرة أنا مستني يبقى مستني طريقة لعب مستني تشكيل مستني توظيف مستني بعض التوظيف توظيف لبعض الأماكن اللي ما كانتش موجودة مع موسيماني مستني أشوف إنه فيه ثقة في الأداء الهجومي مفيش يعني وانت معك كرة فيه تحرر مفيش قلق وانت معك كرة أكيد فيه دفاع وانت معك كرة فيه تحرر تشتغل بتحرر ما عندكش مشكلة خالص فيه جزء ناس ده ما كانتش موجودة مع مستر موسيماني لا 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 ما كانتش فيه تحرر خالص طب لا وهو ده اللي خلى فيه مش عايز أقول سوق مستوى بس ناس كتيرة ما كانوا يشوفوا مستوىهم لفترة طويلة لفترات طويلة عكس ما كانوا قبل كده أو في بداياته أو كانوا مع فيلر كانت النواحة والطاقات كانت متفجرة جدا وكانت بينة جدا النواحة الهجومية بتاعت سين وصادعين مش عايز أسمي أسامي كانوا من نواحة الهجومية بتاعتهم فعالة أكتر فعالية وأكتر إيجابية طب بما أنك ذكرت حتة الهجوم عايز أخذ رأيك هجوميا الأهل السندي بالتأكيد مختلف للسبابين واحد هو أكتر خط في خطوط الأهلي التلاتة اللي فيه ازدحان في أسماء النجوم اللي موجودة أسماء اللاعبين اللي موجودة عندك وفرة كبيرة جدا مش حصلة في خط النص مش حصلة في خط الضهر ثانيا إنه معظم صفقات الأهلي كمان اللي دخل جديد واللي عايزة تثبت أكيد جدارة أنا بعتبر كهرباء صفقة جديدة تعتبر بنوه سابيو صفقة جديدة طبعا أكيد شدي حسين ومصطفى مصف بالتالي في صفقات جديدة دخلت على سكواد حجم المنافسة في كل مركز بقى شديد جدا وبالتالي مفترضا ده جماعيا يصب في مصطحة الأهلي هجومية أكيد نوف المين شايف ده ازاي وشايف تأثيره على الأسماء اللي موجودة ازاي طيب وهتختار لي بما أن نحن النهاردة سؤال حلقة كمان أفضل ثلاثة يقود خط هجوم النادي الأهلي بكر أنا هسمع رأي أنا هسمع رأيك في التشكيل كل لأنه شايف واحدة من الحاجات برضو على متل استفهام الكبيرة عن مرسال كولر بس خليه بما أنك ذكرت الناحية الهجومية نخلص الحتة دي يعني هو الناحية الهجومية كانت عندنا فيها مشاكل السيزون اللي فات خاصة في الراوند الثاني أنا كنت شايف أن مع موسيماني في طول الوقت كان عندنا مشكلة في الجناحين في الجناحين كان عندنا مشكلة في الجناحين في توظيفهم ولا في إمكانياتهم في الموجودين في الموجودين وطريقة الأداء وطريقة الشغل بتاعتنا في الجناحين دي كانت مشكلة وأنا أعتقد أن دي من الحاجات اللي لفتت نظري في كولر أنه حطي إيده على القصة دي وأنه نتكلم في القصة دي أنه عندنا مشكلة في الحتة دي والحتة دي عايزين عايزين نطورها وبدليل أنه الطلبات اللي موجودة المهاجمين يكون منهم جناحين عايزين منهم جناحين لأن شغل الجناح مختلف تماما عن شغل لعب بتاع رسل الملعب يعني الجناح بمسمى الجناح لأن في شغلي دلوقتي ما تيجي تكلم أي لعيب بتلعب يا ابن بلعب وسل الملعب يعني تمانية ولا تسعة ولا تمانية ولا ستة ولا عشرة ولا عشرة لا بلعب سبعة وحداشر سبعة وحداشر دول وينجز هم المفهوم اللي عندهم دلوقتي أن سبعة وحداشر دول لعبة وصل ملعب أساسا لا المفهوم ده طرح ما وصل يبقى فيه نقص في المعلومات فيه نقص في التوظيف فيه نقص في أن أقدي المهمة بتاعتي كم ينبغي لأن لما أقول سبعة وحداشر دول وينجز على طول وينجي يعني لازم يكونوا طيرين ترجمة نانسي قنقر